إذن نتابع المزيد من جنوب لبنان ينضم إلينا مصطفى عبد الفتاح مراثل القاهرة الإخبارية مصطفى بعد التحية آخر التفاصيل حول هذه الأخبار الأخيرة عن شن طيران الاحتلال غارات جوية في مناطق بالبقاء الشرقية لبنان نعم يعني بالفعل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن ضربات عسكرية من خلال الطيران الحربي التابع لها وذلك في منطقة البقاع الشرقي شمال لبنان هذه الضربات والتي نفذت عبر الطائرات التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية جاءت في أكثر من مكان وبحسب المعلومات الأولية التي أصبحت الآن تشير إلى يعني ربما هذه الضربات توجهت إلى عدد من الشاحنات شاحنة أو اثنتين والاعتقاد الأول يقول بأن هذه الشاحنات ربما هي تابعة لحزب الله وذلك وفقا للمعلومات الأولية الصادرة من منطقة البقاع الشرقي ولكن على أي حال عفوا فهذه المنطقة حتى الآن لم تصدر منها أي بيانات رسمية ولم نستطيع الحصول على أعداد الشاحنات بالتقريب وأيضا بالنسبة لأعداد الإصابات التي ما زلنا نحن بصدد الوصول إلى كل هذه المعلومات ولكن أصوات الانفجارات استمرت لأكثر من عشرة دقائق وتعددت في أماكن متفرقة وما زالت حتى الآن طائرات الاحتلال يعني تحلق في ارتفاعات قريبة في منطقة البقاع الشرقي في حال ما كانت هناك أي ضربات ستوجه في هذه المنطقة سنوافقكم أيضا بالمعلومات الأولية في هذه المنطقة خاصة أن تحران الاحتلال ما زال يحلق في ارتفاعات قريبة في منطقة البقاع الشرقي شمال لبنان نتحدث عن كل هذه الهجمات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ دقائق معدودة قبل هذا الحادث أيضا كان هناك استهداف لعدة بلدات في المناطق الجنوبية القريبة من الحدود الجنوبية الفاصلة ما بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وما بين الأراضي اللبنانية وكان حزب الله قد أعلن عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال بالقرب من الحدود الفاصلة ما بين الأراضي المحتلة وما بين الأراضي اللبنانية هذه الضربات والتي قال البيان الصادر عن حزب الله بأنها استهداف عدد من المنشآت العسكرية وبالفعل تم إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين إذا ما عدنا إلى منطقة البقاع الشرقي والتي غالبا ما يستهدف والاحتلال في كل الضربات العسكرية التي يوجهها إلى الجنوب اللبناني تكون هذه الضربات بجانب الجنوب اللبناني تطال منطقة البقاع الشرقية وهذه المنطقة التي تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها بها بعض عناصر لحزب الله وأيضا بها تمركزات ومخازن للأسلحة لذلك فكثرة الاستهدافات في منطقة البقاع الشرقي منذ حوالي أسبوع كان هناك استهداف لحي النبي شيط وأيضا سهل سرعين هذه الأماكن التي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من القضائف وهي اليوم تعاود استهداف عدة مناطق في البقاع الشرقي والمسايرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال ما زالت تحلق حتى الآن وفي هذه الأثناء على ارتفاعات قريبة وسط أيضا أصوات من اختراق لحاجز الصوت في كل المناطق الجنوبية وأيضا في منطقة البقاع الشرقي مصطفى ماذا عن رد الفعل خاصة في حالة الاستنفارة الحالية على الحدود الجنوبية للبنان هل ربما يكون هناك رد فعل منتظر في هذه الأثناء لهذه الاستهدافات بالبقاع الشرقي يعني بالنسبة لي الاستهدافات الحالية التي تحدثنا عنها في منطقة البقاع الشرقي تأتي ضمن قاعدة الاشتباكات العادية والتقليدية التي هي من شأنها أن تكون هجمات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على أماكن وتمركز يقال أنها تباعة لحزب الله أو لعناصر الحزب وبالتالي يكون هناك ردة فعل من الحزب في إطار ما يسمى بمبادرة أو لضرب التمركزات العسكرية والاستخباراتية القريبة من الحدود اللبنانية وهو الأمر المعتاد الذي يعني يقدم عليه الحزب في كل يوم ويأتي هذا في ظل يعني الإصدارات التي يصدرها الحزب من بيانات يؤكد فيها ما قام به من استهداف لهذه المنشآت العسكرية والاستخباراتية بجانب المستوطنات الإسرائيلية أيضا لذلك فهذا الأمر يأتي في الإطار التقليدي هي ضربات وهجمات تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف القضاء على مخازن الأسلحة التابعة لحزب الله حزب وصف وسائل الإعلامة الإسرائيلية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي دوما ما تقول بأن كل هذه الاستهدافات لا تستهدف المدنيين ولكنها تستهدف عناصر تابعة لحزب الله أو لمخازن الأسلحة التابعة لحزب الله ولكن على أي حال فإن كل هذه الاستهدفات تؤذي بشكل كبير المدنيين في كل البلدات والقرى في الجنوب اللبناني من القطاع الثلاثة سواء الشرقي أو الغربي أو الأوسط وأيضا القطاع أو منطقة البقاع الشرقي التي كانت قد تعرضت لهجمات عديدة وتأذى من خلال هذه الهجمات عدد كبير من المدنيين والمزارعين في هذه المنطقة ولكن هذا هو الحال الذي دائما ما تتخذوه سلطات الاحتلال ذريعة لها من خلال ما تقوله وتعلنه بأنها تستهدف أماكن لحزب الله وتقوم بتوجيه هذه الضربات إلى الأماكن التي تعلن عنها ولكن على أي حال فإن كل الاستهدافات التي نتحدث عنها هي تؤذي في الأصل كثير من المدنيين المتوجدين في القرى والبلدات في الجنوب اللبناني وأيضا في منطقة البقاع الشرقي أما فيما يخص أي ردة فعل فبكل تأكيد فإن حزب الله يقوم بعديد من الهجمات على المراكز الاستغباراتية والعسكرية التابعة لسلطات الاحتلال بعد كل عملية وبعد كل هجوم تنفذه سلطات الاحتلال وقوات الاحتلال على المدن والقرى في الجنوب اللبناني أو في منطقة البقاع الشرقي نعم ماذا عن ما أفدت به وسائل الإعلام الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في عرش المستوطنات شمالية إسرائيل وذلك خوفا من تسلل طائرات مسايرة من الجنوب اللبناني وأيضا كان هناك إعلان عن انفجار مسايرة أطلقت في إصبع الجليل وأيضا حرائق في منطقة بيت هلل في الجليل الأعلى نعم يعني كل هذه المسايرات التي تم إطلاقها هذا اليوم أو يوم أمس عفوا كانت من خلال أربع عمليات تنفذها حزب الله على أماكن تمركزات عسكرية واستخباراتية تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي سواء كانت في أصبع الجليل هذه المنطقة والقريبة والمتخمة للحدود مع الأراضي اللبنانية وأيضا بعض المراكز في العمق ولول قليلا بمسافة تصل إلى أكثر من خمسة كيلومترات من الجدار الفاصل ما بين الجبهتين هذه المسايرات والتي أصبح حزب الله يعتمد عليها في كثير من ضرباته ضد أماكن عسكرية واستخباراتية تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي هي نهج ينتهجه الحزب في إطار أيضا ما يقوم به من إطلاق قزائف وسواريخ الكاتيوشة المعروف عن حزب الله كثرة استخدام هذه القزائف لذلك فالمسايرات التي أطلقت اليوم كان لها أيضا أثر في أن تحدث حالة من حالات الفزع في المستوطنات الإسرائيلية وتم إطلاق صافرات الإنذار وذلك لتحذير المستوطنين المتواجدين في كل المستوطنات الإسرائيلية وهو الأمر المتبع عادة وما يتم اتخاذه كإجراء تأميني له من جنوب لبنان مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية شكرا جزيلا لك